يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد بتوحشوني جدا زي ما عودناكم من فترة للتانية في حلقتنا بيكون معانا موضوع متعلق بالقطب أو أنواع الأدب النهاردة اخترنا أننا نتكلم عن الأدب النسائي كتير بنسمع عنه الفترة اللي فاتت وكتير بنسمع عن مصطلح الأدب النسائي أو الأدب النسوي أو أدب المرأة وما فيش شك أن مصر على مر السنين كان عندها كاتبات متميزات جدا ولكن الحقيقة طبعا في منهم اللي يمكن اتعرفوا أكتر وفي منهم اللي لسه حبين أن هم يبزلوا مجهود أكتر عشان نقدر نعرفهم في منهم كمان أنه كان لهم تأثير كبير جدا في الحياة الثقافية زي الأستاذة والكاتبة الكبيرة الأستاذة سهير القلموي ومثلا الأستاذة أمينة السعيد والكاتبة الروائية الكبيرة رضو عشور وكاتبات غيرهم وغيرهم وكتير من الشابات الكاتبات اللي لسه بيبتدوا مشوارهم زي ما قلت لكم وان شاء الله هيكون ليهم أكيد علامة مميزة في وقت من الأوقات ومن الشرط أن اللي يكتب في الأدب النسائي يكون امرأة أو تكون ست ممكن كاتب يكون بيكتب أو بيقدر يعبر كويس عن المرأة أو عن مواضيع تخص المرأة والحقيقة أن فيه كتاب وأدباء كتير قدروا أن هما يعبروا عن ده بشكل ماجح جدا قدروا أن هما يعبروا عن نفسية المرأة كتبوا عن مشاكلها كتبوا عن احتياجاتها كتبوا عن مواضيع كتير تخصها زي مثلا الكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس هنعرف أكتر النهاردة عن الأدب النسائي وعلى قد ما نقدر هنحاول نتكلم عن مشاكل وقضايا المرأة بكل تفاصيلها من خلال الكتب ومن خلال الكاتبات اللي هيكونوا منورنا النهاردة هيكون معانا ومنورنا في الستوديو الكاتبة لمياء الخولي والكاتبة والناقضة آية تنطوي موسيقى